الجيش الروسي يهاجم العاصمة كييف ويضرب مركز قيادة بوكروفيسك الاستراتيجي والقضاء على كبار الضباط من أصحاب الرتب التئيلة جدا ورئيس الاوكراني زيلينيسكي يعلن إقالة قائد القوات الجوال الأوكرانية بعد حد السقوط الـ F-16 الأمريكية في أوكرانيا وقائد القوات الجوال الأوكراني يرفض قرار الإقالة ونائب أوكراني يتهم قائد الجيش الأوكراني سيريسكي بالخيانة وتعمد زعزاعة جبهة أوكرانيا والجيش الروسي يعلن تحرير بلدتين جديدتين في دونسك وروسيا تعلن سعادة السيطرة على بلدتين جديدتين في كورسك وموسط الفرم بنجاح تام تعالوا بنعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القوات الروسية شانت هجوم جديد على العاصمة كييف وعدة مدن أوكرانية وعلنت روسيا تدمير مركز القيادة الرئيسي عن عمليات بوكروفيسك وده مركز القيادة اللي كان بيدوم عدد من كبار ضباط أوكرانيا والنيتو وتم القضاء على العشرات من أصحاب الروتا بالتقيلة جدا وطبعا ده هيؤدي إلى مزيد من الفوضى، التفكيك، الارتباك، وانهيار جابة بوكروفيسك تماما كمان هجمت روسيا منشئات لوجستية في دينيبرو بيتروفيسك من خلال أصراب المسيرات الكاميكازي جيران وتم ضرب مرافق تخزين الوقود والأسلحة والمعدات العسكرية اللي بتوصل إلى خط الجابة قادمة من بولاندا والنيتو الرئيس الأوكراني زيلينيسكي أعلن إمبارع عن إقالة قائد القوات الجوال الأوكراني الجنرال ميكولا أوليتشي تشوك بعد حد سقوط أول طيارة أمريكية من نوع F-16 زيلينيسكي رجالة دلوقتي في منطقة الخضب مع سقوط أول طيارة أمريكية ومصرع الطيارة المتمرس المحترف أوليكسي ميس اللي كان بيقود المقاتلة واللي كان بيعد أكبر طيار أوكراني خضع لعمليات تدريب على مقاتلات F-16 الأمريكية يعني الواد S-1 بتاحهم زي ما قلت مبارحة وطبعا ده يؤدي إلى تدمير وانهيار معنويات الطيارين الأوكران لأن كل الطيار أوكراني بيسأل دلوقتي سؤال جواه إذا كان الطيار المحترف بتاعنا مات في أول مهمة للF-16 إحنا هنعمل إيه دلوقتي زيلينيسكي فضل مخبي مقاتلات F-16 الأمريكية في قواعد جوالي نيتو في بولندا ورومانيا عشان روسيا ما تضربش المقاتلات على الأرض ويوم أمر زيلينيسكي بدخول المقاتلات الأمريكية في أول مهمة عسكرية داخل أوكرانيا كانت بغرض دفاعي بحث في محاولة لصد صوري كروزا الروسية اللي قامت روسيا بضربها على أوكرانيا من أربع أيام وعلى الفور مع ظهور أول مقاتل F-16 في سماء أوكرانيا تم إسقاط المقاتلة على الفور وطبعا ده سبب صدمة عنيفة لزيلينيسكي والجيش الأوكراني وحاول زيلينيسكي يرمي تهمة الفشل على قائد القوات الجوال الأوكراني ويشالوا من منصبه عشان يكون كابشي فدى لتهديات الرئي العام داخل أوكرانيا وتهديات غضب حلفاء زيلينيسكي في أمريكا والنيتو اللي حسوا بالقلق العميق مع سقوط أول مقاتلة أمريكية في أوكرانيا في أول عملية عسكرية ضد روسيا دلوقتي قائد القوات الجوال الأوكراني رفض قرار الإقالة ورفض قرار زيلينيسكي لدرجة أن الشارع الأوكراني بيتكلم دلوقتي أن في عدد كبير من الجنرالات الأوكران بيتحرقوا ضد زيلينيسكي ولرأي العام الأوكراني كل ما يكون في عدد أكبر من الجنرالات الأم زيلينيسكي بالإطاحة بهم كل ما تكون في فرص اتحدي الجنرالات دول عمل انقلاب عسكري والإطاحة بزيلينيسكي الرئيس الغير شارعي لأوكرانيا بالتالي يا رجالة في دلوقتي بوادر انقسامات وانشقاقات داخل الجيش الأوكراني وده شيء طبيعي جدا مع انهيار الجبع العسكرية شبه التام وسلسلة الهزام المتتالية لأوكرانيا أخيرا في كورسك وبوكروفيسك زيلينيسكي كان حاطت أمل كبير جدا عن عملية كورسك أنها تدي دفعة معنوية وتكون أول انتصار عسكري لأوكرانيا على روسيا عشان تخفف من غضب الجنرالات داخل أوكرانيا لكن كورسك كانت سبب في مضاعفة الغضب العسكري الأوكراني من قرار زيلينيسكي الفاشل اللي تسبب في تصارع انهيار الجبهة في أوكرانيا تماما بالتالي وضع الجبهة الداخلية في أوكرانيا دلوقتي زي الزفت يعني في دلوقتي غضب في الرأي العام الأوكراني في غضب في الجيش في بوادر تمرض عسكري على قرارات زيلينيسكي في فوضى وتخبط عسكري وانهيار تام ومش بس كده ده كمان في نائبة أوكرانية اسمها ماريانا بيزوجلايا اتهمت قائد الجيش الأوكراني الكزاندر سيريسكي بالخيانة وانه متعمد في زعزعة استقرار الجبهة في أوكرانيا اوبا ده العملية رجالة بتحلاو قوي واللعب دلوقتي بقى على تقيل في الحرب العالمية التانية كانت المخابرات البريطانية ام اي سيكس بتقوم بزعزعة استقرار الجبهة في ألمانيا من خلال إزاعات الراديو والتشكيك في القيادة الألمانية والجيش وبس الانشقاقات داخل ألمانيا لتدمير الروح المعنوية وتدمير الإرادة والرغبة على مواسط القتال وكمان قامت المخابرات البريطانية بتجنيد عدد من جنرالات ألمانيا لتفكيك الجيش الألماني من القلب لدرجة ان بريطانيا خلت الرجل الثالث في ألمانيا بعد هتلر وهمنر انه يهرب بطيارته من ألمانيا وينزل في قلب بريطانيا وغيرها من العمليات الاستخباراتية اللي عن طريقها نجحت بريطانيا في تفكيك الجيش الألماني اللي كان وضعه سيء جدا بعد ما تهزم على الجابة السوفيتية لدرجة ان مع نهاية الحرب العالمية التانية في ملايين من الجيش الألماني استسلموا بدون حرب يعني خلاص الرغبة في القتال انتهت تماما عند الألمان وده أخطر حاجة ممكن تضرب الجيش انك تدفع الجيش إلى الاستسلام وعدم مواسطة الحرب والقتال السؤال دلوقتي هل المخابرات الروسية بتلعب نفس اللعبة اللي قامت بها بريطانيا على ألمانيا في الحرب العالمية التانية من خلال تجنيد عدد من الأصوات داخل أوكرانيا لبس الفتن والانشقاقات ونشي الفوضى والشائعات داخل القيادة الأوكرانية والجيش الأوكراني وتجنيد عسكريين أوكران لنشي الفوضى والتخبط والارتباك داخل القيادة في أوكرانيا واتخاذ قرارات عسكرية خاطئة تماما متضربة تسبب في سرعة انهيار الجبهة الأوكرانية هقولك أكيد المخابرات الروسية بتعمل دوت هتقولي طب مين اللي قامت روسيا بتجنيدهم داخل أوكرانيا هقولك كتير جدا لكن ما نعرفش الأسماء لكن واضح أنهم كتير جدا والمخابرات الروسية بتلعب لعبة على تقيل هيتدرس في مدارس الاستخبارات العالمية بعد شوية النائبة الأوكرانية ماريانا بيسجولايا اتهمت الجنرال سيريسكي أنه بيتسبب في انهيار جبهة أوكرانيا عن عمد بعد ما خد سيريسكي قرار بنقل اللواء 72 الموجود في أوغليدار وتحريقه ونقله إلى كورسك وقالت زي سيريسكي ياخد قرار زي دوت ويعرض جبهة أوغليدار للانهيار التام زي كده ما حصل فيه بوكروفاسك وبصراحة النائبة عندها حق تماما سيريسكي دلوقات يا رجال أصبح في دارة الاتهام وفي بؤرة الشك انت بتعمل ايه سيريسكي مش كيفاء اللي حصل فيه بوكروفاسك وانهيار جبهة دونيسكي تماما بدون ما يكون فيه أي نتائج أو أهداف عسكرية نكحة في كورسك يعني لو ناخد بنا فالنائبة الأوكرانية ماريانا بيزوجلايا سبق واتهمت قائد الجيش السابق الأوكراني زالوجني بالخيانة والفشل وانه منحاز لروسيا لانه رافض أكثر من مرة قرارات زي لينيسكي والنتيجة بعد سلسلة الاتهمات الكبيرة لزالوجني بالفشل تمت اقالة قائد الجيش السابق فهل اتهمات سيريسكي دلوقتي بالخيانة وزعزعة استقرار الجابة في أوكرانيا هتؤدي للإطاحة بسيريسكي أعتقد هيحصل قريب جدا وطبعا ده يؤدي إلى انهيار الجيش الأوكراني تماما لأنه مش من السهل علي أوكرانيا تغيير قادة الجيش الكبار كل ساعة والتانية ده بيسبب أو بينصف المعنويات والقيادة من الأساس بالتالي يا رجالة كل اللي بنشوفه دلوقتي بيدل على حاجة واحدة بس أوكرانيا دلوقتي في النزاعات الأخيرة والهزمة الشاملة بتلوح في الأفق يعني مسئلة واتو بس وهنشوف هزمة استراتيجية لأوكرانيا على كافة المستويات الجيش الروسي أعلن تحريب بلدتين جديدتين في دونسك جاليت سينوفيكا وبلدت دولينوفيكا وبتواصل روسيا الزحف الشامل في دونسك كمان أعلنت روسيا عن سعادة السيطرة على بلدتين في كورسك هما بلدت أولجوفيكا وكيرميا نوي وبتواصل القوات الروسية الفارم بنجاح بالتالي مغاملة كورسك الفشلة كانت أكبر خطأ عسكري أمبيزي لنيسكي من أول الحرب وبفقرني بالضبط بالخطأ هتلر الكاريسي اللي عمله مع قراره بغزو الأراضي السوفيتية واللي كانت سبب رئيسي ومباشر في هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية التانية أراضي روسيا رجالة ملعونة على الغزاة أي حد بفقر أنه ياخذوا أراضي روسيا بتكون بداية نهايته فعليا بكده الفيديو خلص لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعم القناة لايك وشير وسبسكرا بالقناة أشوفكم الفيديو جاي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته